لاحظوا درجة إلى خير. عندما نضغط على فإننا سنحصل على الزاوية القائمة بطبيعة الحياة. أضغط مرة أخرى. زاوية قياسها تسعون درجة. عندما أضغط على فإنني أحصل على زاوية منفارجة قياسها يتجاوز تسعون درجة. هنا حصلت على مئة وستة وخمسون درجة. أضغط مرة أخرى. حصل على قياس جديد مئة وثلاث وستة وستة درجة. مئة وسبعة وخمسون درجة إلى أخرى. هكذا أمام التنميذ يمكنكم استعمال هذه البرمجية حتى نتمكن من إعطاء بعض المعنى للزاوية التي نقوم بتدريسها. هنا الزاوية المنعدمة. الزاوية الحادة. الزاوية الزاوية القائمة. الزاوية المنفرجة. الزاوية منفرجة. الزاوية منفرجة. وهنا أخيرا الزاوية المستقيمة. الزاوية التي قياسها بطبيعة الحال مئة وثمانون درجة. هكذا نكون قد أنهنينا هذه البرمجية. شكرا لكم على المتابعة. القناة تحتاج إلى دعمكم. وإلى اللقاء لفرصة مقبلة بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على شرف المسلمين. مرحبا بكم مرة أخرى. أول شيء هنا سنقوم به هو أننا سنقوم بإدراج متغير. هذا المتغير سيكون من النوع أنجل. من النوع قياس الزاوية. سأسميه مثلا A تساوي مثلا 0 درجة. إذا كان هذا الشريط غير مدرج لديكم. يمكنكم إظهاره عن طريق أفيشاج هنا. ذهب إلى أفيشاج ثم اختيار شان دوسيزي. بعدها سيظهر هذا الشريط. يمكن أن يظهره هنا في الأعلى. وكذلك يمكن أن يظهره في الأسفل. هنا كما تلاحظون في ألجاب. حصلت على A تساوي 0 درجة. الآن سنقوم بإضافة بعض الأزرار. مثلا البوتون. الزر الأول الذي سنقوم بإضافته هو. الزر الذي يمتلك الزاوية المنعدمة. سنسميه أنجل نل. وعندما نضغط على هذا الزر. سنعود إلى القياس A يساوي 0 درجة. ثم نضغط على OK. سأضيف زر آخر. سأسميه هذه المرة أنجل. وعندما أضغط على هذا الزر. فإنني سأحصل على قياس زاوية. يتراوح بين 0 درجة و90 درجة. يتراوح قطعا بين 0 درجة و90 درجة. فالأمر الذي سأكتبه هنا. سأكتبه A تساوي. هنا سأستمر إحدى الأوامر الخاصة بالجوجيبرا. أليا. 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 هذا المتغير سيتراوح بين مثلا خمس درجات. وكذلك خمسة وتمانون درجة. يفوق صفر درجة. ولا يتجاوز بطبيعة الحال 90 درجة. وستكون الوحدة هي الدرجة بطبيعة الحال. ثم أضغط على. سأضيف زرا آخر. سأسميه. أو قبل أن نوصل إلى الزاوية المستقيمة. سأحصل على الزاوية القائمة. عندما نضغط على هذا الزر. فإننا سنحصل على الزاوية قياسها. بطبيعة الحال 90 درجة. هكذا. ثم نمر الزر الموالي. سأسميه. هذه الزاوية سيكون قياسها. يتراوح بين تسعون درجة ومئة وثمانون درجة. بطبيعة الحال قطعا. فإننا سأكتب له خمسة وتسعون درجة. وكذلك مئة وخمسة وسبعون درجة. ثم أضغط على. وأخيرا الزاوية المستقيمة. الزاوية المستقيمة. التي بطبيعة الحال قياسها يساوي مئة وثمانون درجة. ثم أضغط على. سأقوم بجعل هذه الأزرار جنبا إلى جنب. حتى ستعطي جمالية لهذه الطبيعة الحال البرمجية. لذلك. يمكن أن هنا إظهار هذه الشبكة. الشبكة الخاصة بالجوزيبراء. لسحب هذه الأزرار لا يمكنكم سحبها بالزر الأيصر. لسحبها يمكنكم استعمار طبيعة الحال الزر الأيصر. لذلك. هنا أغط على. لذلك. 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 فإننا سأصل هنا على ستة و يون درجاء عندما أضغط مرة أخرى Pour خمسا درجاء هنا حصلت هنا على أربعون درجاء إلى威ل أخر perí efic Atonel control control減 Alpee فإننا سأصل على تسعون درجاء لدينا أن هناك اختيار آخر عندما أعود إلى angle Army بطبيعة الحذه سأصل على قياس زاوية أقل من تسعون درجاء عندما أعود إلى angle obtus سأصل على زاوية قياسها يفوق تسعون درجاء مثلا هنا حصلت على مئة وثلاثة وستون درجة. واخيرا عندما اضغط على على هذا الزر فاننا يحصل على زاوية قياسها مئة وثمانون درجة. الان سنقوم باحداث او انشاء ضي العين من الزاوية التي نود انشاءها. اولا سأذهب الى ثم اضغط على شاشة حتى اتمكن من وضع النقطة الاولى. اضغط مرة اخرى حتى اتمكن من وضع النقطة الثانية. الان نريد انشاء الضلع الثاني لهذه الزاوية بطبيعة الحال. الضلع الاول هو مثلا هنا. لا يمكنني اخفاء الس بعد ذلك. ستمثل الضلع الاول الزاوية واحتاج الى انشاء الضلع الثاني لهذه الزاوية. هنا سنعود الى الزاوية. وسأضغط على شاشة الجزيرة تضل لهذه النفذة. يمكنني ترك الاسم كما هو بي. بطبيعة الحال القيمة الثانية ستكون هي صفر. والقيمة القصوية ستكون هي الواحد. ولنكخيم هنا حتى تكون هذه الحركة نوعا ما سليسة. سأدعو صفر فاصلة صفر صفر واحد. بطبيعة الحال هذه الزاوية ستمكنني من الحركة. من قيام بالحركة للمصر. هنا سأذهب الى احد الاوامر طبيعة الحال الخاص بالجوجيبرا. الذي يسمى غوتاسيون. يمكنني الولوج له باستعمال هنا. ويمكنني كذلك استعمال هذه القوائم هنا. سأضغط على غوتاسيون. وأضغط بعدها على الصي. يعني النقطة التي سأقوم بتدويرها. حول ماذا؟ حول النقطة. وهنا ستظهر لهذه النفذة. تطلب مني إدخال زاوية الدوران التي سأستعملها بطبيعة الحال. لكنني سأستعمل الزالقة السابقة التي هي A. وهنا سأضغط على بف و A. بطبيعة الحال المنحة الدوران. المنحة الدوران سيكون عكس عقارب الساعة لصوص A. ثم أضغط على OK. لاحظوا ماذا سيحدث. ويمكنني تصغير. كذلك سأقوم بإنشاء القطعة D. التي تلاحظونها هنا. وكذلك سأقوم بعبر هذا الزر هنا. سأقوم بإظهار قياس هذه الزاوية. سأقوم بإخفاء نقطتين C و C. سأترك فقط رأس هذه الزاوية. ثم القياس التي تلاحظونها هنا. قياس مئة وثمانية درجة. سأقوم بإخفاء ألفا. سأضغط على بقبخيتي. ثم تظهر لهذه النفذة هنا على اليمين. سأذهب إلى بازيك. ثم أختار من هذه القائمة هنا كما تلاحظون. أفشي الاتيكات. الاتيكات هنا تظهر باستعمال الإسم والقياس. أنا أريد فقط القياس. سأذهب إلى اختيار فقط. سأغلق هذه النافذة وأعود مرة أخرى. � linemir錢 هنا عندما أضغط على آنجل نجل فإنني سحصل على زاوية منعة. عندما أضغط على أنجل أغيب فإنني سحصل على زاوية. kaha هنا قياسها اثنان واربعون فاصلة ستة وخمسون. عندما أضغط على أنجلخغز سحصل على الزاوية بطبيعة الحال. الزاوية القائمة عندما أطب باستل إلى واحد ساحصل على الزاوية القائمة. عندما أضغط على أنقل OT سأحصل على زاوية منفرجة وعندما أضغط على أنقل PLA سأحصل على الزاوية المستقيمة بطبيعة وكأنقص هنا فقط القيام بالحركة كيف سنقوم بتحريك هذه الزالقة ب هنا سنقوم بإضافة أحد الأوامر بطبيعة الحال سأذهب إلى هذا الزر وسأفعل نفس الشيء مع الأزرار الأخرى سأذهب إلى هنا سأقوم بالتأشير على وسأضيف أمرا آخر لهذه الأوامر السابقة الأمر الذي سنقوم بإضافته سيهم هذه الزالقة ب يعني سيقوم بتحريك الزالقة ب أولا عندما نضغط على الزر فإننا سنقوم بإعادة الزالقة ب إلى السفر سأضغط وأكتب بيت ساوي سفر وبعدها سأستمر الأمر الخاص بالتحريك دماغي أنيماتيون وأقوم بإعطائه إسم الزالقة التي أود تحريكها هنا الزالقة التي أريد تحريكها الزالقة ب سأقوم بنسخ هذه الأوامر هذه الأمرين الثاني والثالث بيت ساوي سفر و دماغي أنيماتيون ب سأقوم بنسخها و كذلك سأقوم بإلساقها في الأوامر الخاصة بالأزرار الأخرى هنا مثلا عندما أضغط على الزر الذي يعطيني الزاوية القائمة سأقوم بإضافته إلى هذه الأوامر كذلك هنا أنجل أوبتيوس عندما أضغط على أنجل أوبتيوس فإنني سأقوم بإضافة هذه الأوامر حتى أقوم بتحريك هذه الزاوية التي أود إنشاءها وأخيرا أنجل بلا كذلك عندما أضغط على أنجل بلا للزر الخاص بهذه الزاوية فإنني أحصل على الزاوية قياس 180 درجة ولكنني أريد أن أحصل عليها عن طريق تحريك بطبيعة الحال ذلعي هذه الزاوية ينقصنا فقط هنا التأشير على الزاوية قابلة حتى نقوم بعض التغييرات حول الخاصيات الخاصة بها أو الخصائص التي تميزها لذلك سنذهب إلى كرسور عندما نضغط على الزاوية قابلة سنذهب إلى كرسور ونختار من بين الخصائص سنختار ريبطة 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 كرسور وبالنسبة للسرعة أختار مثلا خمسة سنقوم بإغلاق هذه النفذة لاحظوا معي الآن ماذا سيحدث يمكنني إخفاء هذه الزاوية بالضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختيار سنقوم بغلق اللافذة الخاصة بالجيب وسأترك فقط هذه الشاشة لاحظوا معي عندما أضغط على أغل يول فإنني أحصل على الزاوية منعدمة عندما أضغط على أغل أغل فإنني أحصل على زاوية هذه الزاوية متحركة مثلا هنا زاوية قياسها تسع درجات أضغط مرة أخرى وأحصل على قياس جديد مثلا هنا حصلت على زاوية على زاوية منفارجة قياس ويتجاوز تسعون درجة مترين هنا حصلت على مئة وستة وخمسون درجة أضغط مرة أخرى حصل على قياس جديد مئة وثلاث وثلاث وستون درجة مئة وسبعة وخمسون درجة إلى أخرى هكذا أمام التنميذ يمكنكم استعمال هذه البرمجية حتى نتمكن من إعطاء بعض المعنى للزاوية التي نقوم بتدريسها هنا الزاوية المنعدمة الزاوية الحادة وهنا الزاوية القائمة الغوى هنا الزاوية المنفرجة الزاوية منفرجة وهنا أخيرا الزاوية المستقيمة الزاوية التي قياسها بطبيعة الحال مئة وثمانون درجة هكذا نكون قد أنهنينا هذه البرمجية شكرا لكم على المتابعة القناة تحتاج إلى دعمكم وإلى اللقاء لفرصة مقبلة بحول الله